اشتركوا في القناة طبعا زي ما انتم متعودين اللي بده يسمع الابراج يروح يسمع الابراج كل برج محطوط عليه اشارة بتدل عليه يستمع للبرج وللطالع لانه يتوافق على البرج وعلى الطالع وهذا الحكي احنا حكناه اكثر من مرة بس فيه ناس بظلها تسأل نفس السؤال ممكن جداد فمنحكي لهم روحوا اسمعوا برجكو وطالعكو واللي بيغلب عليكو اكثر هو اللي بتركزوا عليه اكثر في التوقعات واللي حاب بيظل معنا لنهاية الحلقة ويسمع سؤال اليوم اللي هو رح يسبب لي كثير من المشاكل ورح كثير ناس تزعل مني ومن اصدقائي المقربين جدا لانه ما بدهم ياني احكي عن هذا الموضوع ولكن بما انه انطرح كسؤال فانا رح احكي والله اللي بده يزعل يزعل واللي بده يرضى يرضى رأيي وانا حر فيه واللي بيقتنعي بكلامي ياخذ فيه واللي ما بيقتنعي بكلامي عادي يمسك كلامي كله هيك وزدته ورا ظهره كأني انا ما حكيت ولا اي شيء يسمع من هون ويفلت من هون كثير اسئلة كانت بالفترة الماضية عن الطاقة عن الريكي عن القورو عن الكيتو عن الراهو عن الراهوة في لفظ ثاني وعن الرهاو وعن اسماء كثيرة جدا في الساحر احنا اليوم رح نشرح والله لا يجيب زعل طبعا انتو لسه ما سمعتوا ضحكتي اللي حاب يعرف ضحكتي الاصلية او ضحكتي الصحيحة يكتب لي تعليق تحت بوعدوا انو الحلقة مش الجاي اللي بعديها احطلكوا اياها وتسمعوها صح طبعا كل الاسماء اللي انتو سمعتوا فيها واللي انتو بتقرأوا عنها واللي بيحكوها وايش اكيد يعني لانو ما في واحد اجقلك الطاقة العربية او انو الطاقة عند العرب او الطاقة عند المسلمين او الطاقة عند المسيحية او الطاقة عند اي دياني اخرى دايما الطاقة معروفة يا للهنود الهند يا للصين احنا اليوم بدنا نحكي عن المواضيع كلها وبدكو تتحملوا عن انتو اللي طلبتو انا مش ضد الطاقة وانا درست الطاقة واخذت فيها دورات كثير وبعدة مدارس ولكن وجدت في النهاية انو كل اللي بنحكي وكل اللي بنشرح اساسا هو اساس ديننا يعني اساس كل الديانات وبالاهم ديننا احنا الاسلامي هي الطاقة ديجي حدث سيقول لي كيف احنا ما عنا في القرآن ما وردت الطاقة ولا اي في القرآن وردت في الطاقة جاي تخلط الامور في بعض لا احنا ما نقول له والذين هم يتفكرون والذين هم يتدبرون والذين هم في صلاتهم خاشعون نكمل ولا وصلتكم الاجوبة كل شيء ورد في الديانات السماوية بدل على انو لازم انت تكون متيقن وعندك يقين وخاشع وتتأمل وتتدبر وتتفكر وتصل الى مرحلة الانفصال عن الدنيا في هاي المرحلة ولكن بذكر الله بالتسبيح لله مش في اسماء انتو ما بتعرفوا ايش هي ولا اللي بيحكي لك اساسا عن الطاقة هو بعرف اصلا هي ايش او اسماء ايش فانا حاب اليوم اشرح لكم هاي اسماء ايش هاي اسماء الالهة عند الهنود وهاي اسماء الالهة عند الصينيين وهاي اسماء معلمين عند الهنود وهاي اسماء معلمين عند الصينيين وهاي اسماء رموز هم يرسموها دائرة مربع مثلث دائرة فيها مربع خطوط وزخارف واشكال معينة على انها تستجلب الطاقة ويجب ان لا يكون فيها زوايا وان يكون فيها انحناء والزاوية هي الزاوية جالبة الشر وجالبة الطاقة السلبية والدائرة هي التي بتلف الطاقة السلبية وبتخرجها من المكان الثاني وعندك كمان البلورة وعندك المراي وبتعكس الظل وبتعكس ما الظل والامور هاي كلها كلها هاي انا درستها والله بعرفها وحافظها عن غيب وممكن اعمللكوا فيها محاضرات وخليكوا كمان تيجوا تأخذوا الدبرات عندي فيها واعطيكوا كمان شهادات فيها لانه انا بقدر امنح شهادات فيها لا يعني بمعنى اخر انا وصلت لمرحلة متطورة ومتقدمة جدا يمكن كل اللي موجودين في الوطن العربي ما حصلوش على الشهادات اللي انا حصلت عليها من وراء هذا الموضوع ولكن في النهاية وصلت انه احنا ديننا كفيل بانه يخلينا نصل لكل هاي الامور بدون ما احنا نروح ندخل في دينهم بدون ما احنا بنعرف بدون ما احنا نعمل طقوسهم بدون ما احنا نعرف طيب بيجي واحد بيقول لي طيب وايش الضرر لا الضرر ايش كبير طبعا احنا فيه اشياء حكيناها من الاسماء لها علاقة بالمدارس الفلك عشان ما حدش ينط يقول لي انت حكيت عن الكيتو وعن الراه وهدولة الهن بالفلك بالفلك الهندي باعرف انه هدولة فلك هندي وعارف اني انا حكيت لك ياهن في البداية لانه كلنا قلوا قاعدين من لفي بنفس الرحة الحلقة الجاية رح نحكي احنا عن مدارس الفلك اللي برضو لها علاقة في نفس المواضيع فانت يا اخي العزيز حاب تعمل طاقة وتعمل سكينة وتطرد الطاقة السلبية منك بعينك الله بدال ما تقعد انت هالعشر دقائق وانت تأخذ النفس وتحبس نفس وتطلع النفس بعدد وتقعد تفصل حالك عن ذكر الله تماما وتكون فريسة للشيطان اللي بقولك انا ما بقدر ادخل في ابن ادم الا في اللحظة اللي هو بكون واثق تماما انه هو ما بذكر اسم الله فيها واو كبيري هاي صح يعني انا هيك عطيتكم من الاخر شو رح يصير وبيجي ناس بشرح لك ايش التأمل لدرجة انك تعمل اسقاط نجمي او انبعاث نجمي او طرح روحي كل ياتوا هاد بوصلك بيجي بقولك بس دير بالك هاد خطر وفي النهاية يمكن انت تطلع وما ترجعش ولازم انا اشبك طاقتي مع طاقتك عشان اذا انت طلعت انا ارجعك يا اخي كشيلها امك شكلي رح اسمعكو الضحك الليلي انا مش رح اسمعكو اياها الحلقة الجاي امسك مسبحتك يا اخي المسبح بدعة سبح على اصابعك يا اخي حتى الاصابع الرواية فيها مش اكيدي يا اخي سبح في دماغك سبح في لسانك اقرأ من كتاب الله صلي باي صلاة بدك اياها ولكن تدبر قدرة الخالق على خلق هذا الكون العظيم وهذه اعظم عبادي واكثر شغلي بتهذب النفس وبتأدبها ومن خلالها لما تتعمق فيها بتعمل طاقة الجذب وطاقة التغيير وطاقة الامل لانه بصير عندك ايمان مطلق بالله وانه كل الامور بيد الله وهو الوحيد الكفيل على انه يغير هاي الاشياء كلها اعتقد انه هيك انا شرحت كفاية عن رأيي في الطاقة ماشي فلما انا حكيت في حلقة سابقة طاقة وطاقتهم وطاقتنا وبعدين قولت طاق طاق طاقية من المفروض انكوا فهمتوا اني انا بتمسخر على هذا العلم لانه هذا علم دخيل عشان يبعدنا عن الاساس تبعنا اللوهودينا ودخلنا في اشي ونصير احنا نعتنق ديانات وحرين بالفكر والديانات البعيدة ليش ما ندخل فيها والمدارس البوذية وما دهرس مش عارف ايش ايش يا حلوين وين رايحين انتو امسكوا حالكو وركزوا مظبوط بتلاقوا انه كل اشي موجود في كل الديانات قبل ما يجوا هدولة اللي بطلعوا وبشرحوا لك وبعلموك كيف انت تخاطب وكيف تستجلب وكيف انت تسيطر وكيف تحكم وكيف يكون لك شخصية كن مع الله ولا تبالي ما زلت اتقرب من العبد حتى اكون بصرة ولسانة الذي ينطق به ويده التي يبطش بها اعتقد انه مر عليكو هذا الحديث انا اعطيتكو فكرة عن الحديث عشان محدش يطلع يقول لي انت قرأت الحديث غلط انا مش في درس دين واللي شايف انه بدو يطلع من الموضوع عشان يطلعنا من الموضوع عشان احنا ندخل بموضوع ثاني هذا بين قسين موضوعنا اليوم كل الاحترام والتقدير الكو وانتظروني بكرة في الجواب على الابراج ومدارس الابراج نروح لتوقعتنا لهذا اليوم طبعا حكينا يوم امس انه القمر موجود في الدلو في منزلة ساعد الاخبية وهي تصلح للحماية والضرر والضفر والعقد وهي المنزلة رح تستمر حتى اليوم لغاية ساعات الصباح وبعدين بنتقل القمر لمنزلة المقدم هاي المنزلة بتعطينا وبتأثر علينا في الخير والثبات والسلامة والمحبة اذا كل اثارها كلها ايجابية وحكينا انه القمر لما يكون في الدلو منشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير منكره الروتين وبكون الروتين عدو لالنا منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق من مارس تجربة او اسلوب جديد في حياتنا بتصرف الناس حوالينا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بحكم العقل اكثر بوسعنا تعزيز الصداقات الجديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي مثل قصة شعر لباس جديد لكي جديد حكناها برضو في الامس نفس الكلمة ليش بعيد انا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او اجهزة الكترونية او كمبيوتر او تليفون وبرضو اللي بيحب يتذوق طعام جديد او باسلوب جديد هذا يوم مناسب انه اما انه يعمله او انه يروح يجربه بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل من بعد الحلقة اول زاوية راح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة ستة واربع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن على ثمانية ونص وخمسة هاي الزاوية بما انها ايجابية فبتعطينا شوية فرصة لتحصيل او الحصول على مكسب مالي وبتدفعنا للاهتمام بصحتنا اكثر اما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وعطارد راح تكون الساعة سبعة وست دقائق بتوقيت جرينيتش مساء يعني الساعة تسعة وست دقائق بتوقيت الاردن بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وما راح تفيدهم وبتجعلهم مزاجي طبع وبعدها بصير خلو المسار اللي حكينا عنه يوم امس خلو المسار هذا راح يبدأ الساعة سبعة وست دقائق بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة تسعة وست دقائق بيستمر الى ما بعد الساعة اتناعش بعد منتصف الليل وبيستمر طول النهار لغاية ساعات المساء يعني لغاية الساعة احداش وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني اكثر من اربع وعشرين ساعة خلو المسار بعدها بكون القمر دخل على برج الحوت او انتقل على برج الحوت وبكرا ان شاء الله راح نحكي عن اي ساعة وكيفية الانتقال والاثر وحكينا فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح لشيء ولا لعمل شيء ولا للبدء باي خطوة جديدة بس انه منقدر احنا نتمم الاعمال اللي احنا ملتزمين فيها وعقدين النية عليها ما بينفع في هاي الفترة توقيع العقود حتى عقد الزواج بصير من بعد توقيعه كثير مشاكل اذا وقع في فترة خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر الان اسمه القمر الجديد عمره يوم وفي تمام الساعة خمسة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة سبعة ودقيقتين بتوقيت الاردن بصير عمر القمر يومين نسبة الاضاءة بتكون ثلاثة في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار الشمس في الدلو لغاية تسعة عشر اثنين مزاجه ممتزج القمر في الدلو حتى ستة وعشرين واحد مزاجه ممتزج عطارد في الدلو حتى ثلاث اثنين مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين مزاجه سعيد المريخ في القوس حتى ستة عشر اثنين مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 11.5 المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى 15.8 المزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى 23.6 المزاج سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25.4 المزاج ممتزج وصلنا لتوقعتنا اليومي برج الحمل تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء وفي منكوا رح يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة تقدر تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة برضو لأي شخص بطلبها منك تتحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران وما تظل وحيد خلال فترة هذا النهار حاول تستغله وتخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل وبتقدر تقدم أفضل ما عندك خلال هذا النهار لأنه ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر لك بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قد المسئولية يعني الفترة مش سهلة فترة فيها شوية صعوبة بالنسبة لك راح تكون خرافات مختلفة لمكسب يا بجيكو يا من شراكة يا تعويض ولكن من جهة أخرى بتكديروا بالك من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف أو الزعل سارع إلى تقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن إنك تناقش أي موضوع وخصوصا لو كان موضوع إرث أو موضوع مالي الفترة هاي بتكون لصالحك برج الأسد بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهم إش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بنفعك بهاي الفترة لا التوتر ولا الجدال أعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات لا تنسى إنه القمر والشمس موجودات مقابلك يعني طاقتك ضعيفة برج العذراء ببدأ العمل يتراكم عندك تدريجيا حاولوا إنكوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه أو اللي بوسعكوا إنكوا أنتوا تنجزوا دون المبالغة في إجهاد نفسكو انتبهوا لغذائك وراحتكو ما تسمح للواجبات لا بالتزامن مع واجبات أخرى ولا بالتراكم وبخطة التأجيل بعدين بعملها لأنه رح تتراكم عليك ورح تتحمل إنت المسئولية كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الأمور بدك تتجنب إثارة العدوات وبدك تتجنب إهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثير بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي أمر من ظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة ممكن تضطر الاهتمام تترى إيجابية وحضوظها مفتوحة برج القوس تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج يا في نزهة يا في رحلة بكون عندكم تعامل يا مع أخ يا مع جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالي جدا باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط في التنقلات والاتصالات برج الجدي في فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكو تديروا بالكو من المصاريف وبتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالج أي استحقاق مالي فوتير، دفعات، قروض، جمعيات أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بكل التفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفائل برج الدلو تبدو اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد عندكم النشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم المركزكم الاجتماعي انفراجات وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود دام لفترة طويلة أهم إشي إنه تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تحققوا نجاح باهر خلال هذا النهار برج الحوت يعني هاد اليوم بدكوا تتحملوه لأنه رح يسيطر عليكوا التعب لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من أي تأخير أو أي سوء تفاهم ممكن يظهر بلحظة ويكون في عندكوا نوع من أنواع الالتباس حاذر من البدء بأي إشي جديد وما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط أهم إشي إنك نظم أمورك وضاعف مجهودك لحد ما يمضي هنهار على خير وبعدين كل الأمور إن شاء الله بتصير لصالحك هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم وشكرا لأستماعكم جميعا وشكرا لدعمكم وتعليقاتكم اللي في لحظات يعني كاد إني أبكي من الفرح على هيك كلام من ناس واعي ومثقفي وإنه ما زال في الدنيا خير شكرا لألكم مرة ثانية يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء